نعيش أنا وزوجتي وبنتي الصغيرة مع أم زوجتي وهي غير مسلمة ما حكم أخذ قرض ربوي في أوروبا لشراء منزل بحيث الكراء مرتفع ولا نستطيع الكراء وهناك منازل للكراء يسمونها المنازل الاجتماعية ومدة الانتظار بحسب كل مدينة تتراوح بين السنة وبعض المدن إلى عشر سنوات طيب قضية أخذ القرض الريبوي لا يختلف الأمر بالنسبة لأوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو بلاد إسلام خلافا لمن فرق هناك قول ضعيف يتمسك به بعض من يتتبع الرخص وأخطاء العلماء فيزعم أن العقود المحرمة إذا كانت في بلاد الكفر فأمرها جائز ومباح وهذا القول يعني ضعيف غاية يعني واهن بالمرة فالحرام محرم في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام سواء كان الربع أو بيع الخمور أو التعامل بأي نوع من أنواع المعاملات أو العقود أو البيع فهو محرم سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يدخلوا في هذا الربع وأن يحاولوا يعني تعلم الدين ومعرفة قدر هذه المعاصي لأن الإنسان فاش يعرف قدر المعصية يعني يخاف من ارتكابها لأن ممكن هاد الناس الآن لو ذكرت لهم شأنه يعني السارقة لست بشاعه لذكرت شأنه القتل كذلك لو ذكرت شأنه الزنا كذلك ولكن قضية الربع الناس يعني ما يعرفوش القدر ديال الربع وشنهي هذا المعصية الربع معصية الربع يعني يعني فوق يعني السارقة وفوق الكاذب وفوق الزنا لأن الربع أمرون توعد الله عز وجل صاحبه بالحرب قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعض العلماء يقولون في تفسير هذه الآية أنه يقال بهذا الذي يتعامل بالربع في الدنيا يقال له في الآخرة خذ عليك سلاحك لتحارب ربك وهل لأحد طاقة بحرب ربه عز وجل لذلك قضية الربع يجب أن يستشعر المسلم التقي يعني حجمها وعظم جرمها حتى يبتعد عنها ولا يفكر فيها البتة والله أعلم انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة